اشتركوا في القناة لديهم عطل يقضونها كالعطل الصيفية للمدارس وعطل أعياد الميلاد وغيرها من العطل وتكون هذه العطل محددة ولوقت معلوم قبل الأشخاص وتلتزم بها شريحة كبيرة مع الأمثلة سيتم التوضيح بشكل أكبر بعض الأشخاص يحيون التعبير الجميع الأشخاص يحيون التعبير والاشخاص يحيون التعبير Wo hast du deine Sommerferien verbracht? In den Ferien will ich viele Bücher lesen. Was hast du in den letzten Ferien gemacht? Zu welcher Zeit wachst du normalerweise in den Ferien auf? Die Ferien beginnen am 1 Juni bis Ende September. 2. Orlobs بمعنى إجازة أو عطلة ولكن شيوعا بمعنى إجازة وتستخدم orlobs مع الأفراد العاملين والموظفين الغير متمتعين بالحكم الذاتي وتأتي الإجازة لظروف معينة مثلا جنازة أحد الأقارب وأيضا الحاجة للراحة الوقت غير محدد فهو على حسب الاتفاق مع المشرف ويطابق بشكل فردي وقد يكون أجل غياب مدفوع أو غير مدفوع فهو على صفح ويطابق اليوم فهو لا أتفاق بأسفن فهو لتعبق بأسفن فهو لتعبق بأسفن فلسل لتعبق بأسفن فلسل لك أنت مدفوع أو غير مدفوع فالسل لعبق بأسفن فالسل لعبق بأسفن هل هل تأخذك لك أحزائها لك؟ سيكون قد أحزائها لكي أحزائها لكي يجب أن أحزائها لكي يجب أن تحزائها لكي يساعدها لكي يصدقه الآن اشتركوا في القناة